بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة نمر اثنين ان مصر بتحارب الارهاب بالتنمية يعني بالعملات العسكرية نعم عمليات الامنية لكن التنمية عشان كده في شمال سينة بنلاقي 312 مشروع تكلفوا 195 مليار جنيه علشان فتح افاق وفرص عمل للشباب حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية مشروعات في الاسكان في الطرق والمحاور واحنا شايفينها في استغلال او اضافة القيمة المضافة او الادت فاليو للخامات اللي موجودة عندنا ليه الرخام والجرانيت عملنا يعني مجمع او كومبليكس ليه الرخام والجرانيت في منطقة الجف جافة في وسط سينة الرخام ده كان بيصدر ازا تز زي ما هو كده بلوك ويروح الصين يقوم يزبطوه ويعملوه رخام ما ميروحش لغاية الصين ده في البحر المتوسط قدام شمال سينة كده واقفة سفينة مصنع صينية تاخد من عندان هادو تمشي ما فيش عشرة كيلو او عشرة ميل تزبطوه وتعملو رخام وتعملو جرانيت وتعملو ارضيات تتطعوا الواحد تجي جايبو تاني الله تم ما نعمل احنا كلامنا كلام ده علشان كده هذا المجمع بيتكون من 13 مصنع بدأنا احنا نستفيد من القيمة المضافة في هذا علشان الاقتصاد ينمو علشان من اللي بيشتغل في المصانع دي اللي هم الشباب السيناء وهناك مصنع الاسمنت في العريش وهناك مصانع كثيرة جدا بتقوم بها الدولة لان الدولة تحارب الارهاب بالتنمية سقط شهداء في العمليات الحربية وفي الارهاب نعم لكن سقوط هؤلاء الشهداء هم اللي بيخلونا الان نتكلم الان ومصر بتتبوأ مكانات وريدات ليس على المستوى الاقليمي ولكن على المستوى الدولي وشفنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل يوم علشان يرفع اسم مصر واسم القارة الافريقية وشفنا القمة الاوروبية الافريقية في بروكسل بلجيكا خلال الشهر الماضي كل ذلك الشهيد هو السبب فيما نحن فيه من امن وامان والسقرار